هرجع على خارة الشطر اللي احنا وصفناه بالزكاء البالغ وهو يجلس مع وزير دفاع مصر آنذاك قال يشاور كده فاكر من وكده يعني بيقول سيم زكي لكن ايه الفعل المسلح اللي كان بينتوي يعني افهم من ذلك ان هناك تهديد الكل في مصر كان يتأكد تأكد تام ان الجماعة لن تسكت بحال من الاحوال على 36 او على بيان 37 لكن بنظرتك المدقيقة كباحث متخصص بذلك كانوا هيعملوا ايه شوف حضرتك خيرة الشطر كان يتصور في نفسه وكان تتصور فيه الجماعة انه يملك يعني اطلق عليه البعض يوسف هذا العصر في اطار ما يسمى انا بسميه التصنيم يعني صناعة الصنم فيه خلل كبير اوي في تصور كتير من الاسلاميين عندهم لو حضرتك تبعت هتلاقي كتير اوي من المحسوبين على ما يسمى بطار السلفي او الطار الاخواني او الطار الجهادي خصوصا على مستوى القيادات وربما الافراد تلاقي فيه ميل للعلوم الطبيعية يعني طب هندسة صيدلة هتلاقي الحكاية دي كتير جدا فالعقلية دي ما احترمنا الكامل لكل هذه المهن ولأصحاب هذه المهن واسهمتهم في مسيرة مجتمعاتنا وتنميتها الا انهم صلاتهم بالعلوم الاجتماعية الا ما رحم ربك تبدو مقطوعة وبالتالي قدرتهم على النظر للواقع دايما بتبقى خضع الفكرة الحدية يعني يبيض يسود في معادلة لها طرفين في رقم بالزبط خير الشاطر بيفكر بالطريقة دي ويبدو ان الطريقة دي كانت طروق للطيف المتطرف بدءا من السلفيين للاخوان للجهادين لانك لو كنت واكيد تذكر كويس لقاءات مع بعض رموز الطيار السلفي قد ايه كانوا بيثنوا على هذا الرجل انا هرجع حضرتك في 2012 ايه لقى عشان اشرح بس خير الشاطر كان بيخطط لقى كان فيه هيئة اسمها الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح اه طبع ارجع حضرتك لأسماء اعضاء هذه الهيئة تلاقي الطفل متطرف بدءا من السلفيين للاخوان للجهادين لكل النوعيات جواه صورة استاذ القاهرة في 6 اكتوبر كانت داخل هذه الهيئة خير الشاطر كان بيعبئ ما يسمى بالصف الاسلامي كله انه حانة اللحظة الحاسمة وان الدولة الاسلامية قادمة والدولة دي لا على ايد حازم ولا على ايد مخيون على ايد انا خير انا القادر على ان نلاعب هؤلاء العلمانيين والملاحدة واواوا بطريقتهم لان انا جاي من نفس الارضية انا يساري وعارف العبهم فالعلاقات مع حمد الظواهري قائمة علاقات مع السفيف يوم 5-7 بعد بيان 3-7 ارجع لبياء الاجتماع السلفية الجهادية في سينا 48 ساعة كانوا بيقولوا اللي كان هيعملوا خير الشاطئ يعني يتوعدوا الشعب المصري بالويل والثبور وعظائم والامور نتيجة هذا التخطيط ونذكر بقى على الواقع بتاعة حياة الخطف والمخطوف والقصة بتاعة الجنود وغيرها امام خط متصل هؤلاء يجتمعون على هدف واحد لذلك انا يعني من خلال هذا المنبر المحترم بتحضرتك عايز احذر من ان الدولة المصرية لا يجب ان تخطئ نفس الخطأ مرتين السمح للتغاري السلفي بان يتمدد من جديد في الحياة المصرية هو كأنهم بيحرصوا الارض من جديد للاخوان لان كل هؤلاء يعملون لدولة واحدة ولتصور واحد اما ابقى في مدينة زي مدينة الشيف زايد وفي مربع كيلو متر مربع اتنقل من المسجد ده للمسجد ده اروح عشان اصلي الجمعة الاقي الخطيب سلفي اتنقل من هنا اروح الاقي الخطيب سلفي الجامع اللي بعده الخطيب سلفي ايه الحكاية طيب مش في خطبة موحدة وتحت اشراف الوزارة شرف النظر عن الخطبة الموحدة انا من ميكانزمات الخطاب طريقة الخطاب الاسلوب الدعاء في حاجات كتير ايه بتتعامل احنا نعرفها يعني وفي دعاء كتير ممكن ملغز يعني يفهمه المصليين وهو عارفه بيقول ايه خدت بالحضرتك فاحنا بنعمل ايه احنا بنعمل ايه انا فهمت اللي تقصده كويس يعني هذه رسالة لمن يهموا الامر في النهاية هم يعملون لهدف واحد خيرة الشاطر كان هذه القيادة المتوهمة لكل هذا الطيف وبيلعب بكل الاوراق طيب